في يوم من الأيام راح هو إخوة ذالوا فاتحة أعطاهم صاحب الفاتحة أربع ملايين تركوها عند الشيخ الطهر ففي صلاة العشاء كلم قال مروح وردوا علي ربع ملايين راي قلقتني في بيت قلقتني فهو مذرب في الزهد وإمام في الزهد أما إذا تكلمنا على مصالح العلمي أنا جلست ودرست عنده في السبعينات كثير ولا يمل ولا يتقلق ولا يتعب بإعطائه للعلم كان يبدأ الدرس على الثامنة صباحا يلقي حتى للساعة منتصف النهار وهو واقف يشرح الموطة يشرح الألفية ابن مالك يشرح الرسالة يشرح كتب والمتون للطلبة الطلبة يعيونه هو ما يعياش وما يفترش وعمره ما يشكي بأنه مريض أو أنه عنده ألم أو شيء أبدا وإذا مشيت معاه يحاول حتى لما يكون تعبان يسرح في المشي حتى لا يظهر بأنه تعبان أو أكذا يعني مثله يعني مثله يعني مثله لا أقول ما كانش ولكن أقول يعني مثله قليل قليل جدا 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 مع كل مناهج يتأقلم معهم وهو أب الجميع وهو حرصه الدائم على الأمن والاستقرار وحرصه على الأمن والاستقرار للبلاد